اشتركوا في القناة واداء ثلاثة برامج اكاديمية على ان يتم رفع القرارات الصادرة عنها الى المجلس الاعلى لتطوير التعليم والتدريب لاعتمادها وناقش اعضاء من مجلس الادارة عددا من الموضوعات والتقارير المدرجة على جدول اعماله بينها التقرير السنوي للعام الحالي 2017 وقال الوزير ان تطوير منظومة التعليم وتحسين اداء المؤسسات التعليمية والتدريبية يهدف الى تصدير كوادر مؤهلة الى سوق العمل وذلك بتحقيق التوازن الطبيعي بين المخرج التعليمي والمتطلب الوظيفي في سوق العمل